أصحاب السمو أصحاب السعادة أنني مصرورة للغاية لأن أكون هنا في المنامة من أجل المتابعة مع الخطوات التي تقومون بها والاحتفال أيضا بعقدين من العلاقات ما بين البحرين ومملكة المتحدة وأنني ممتنة للغاية لسموه الملك حمد من أجل تشريف دعواتي إلى حضور قمة المجلس التعامل الخليجي إننا نتقابل في وقت بها العديد من التحديات في العالم تحديات سياسية وتحديات اقتصادية وتحديات اجتماعية إذن ففي كل مجال لدينا العديد من التحديات وعديد الأمور الغير مؤكدة كما تعرفون أن مخاطر الأمن تزداد أيضا العمليات الارهابية موجودة عبر الدول العربية والدول الأوروبية كما تعرفون أيضا أنه استخدام الجارب الإلكتروني على الإنترنت موجودة وهناك العديد من التصالفات التي ما زالت تتم من أجل تهديد العديد من المناطق وتقويض أيضا الأمن في الغرب والشرق ولذلك لابد أن نعمل سويا إننا في الغرب أن نواجه التحديات التي من شأنها مساعدة التحديات كثيرة تقود عملنا ضد العملات الارهابية أنتم أيضا في الخليج تواجهون عديد من التحديات الخاصة بالأمن وأنكم تقومون أيضا بعمل الاقتصاد من أجل الجميع كما تعرفون أن الأشخاص يبحثون عن القيادة ولذلك لدينا تلك المسؤولية من أجل توفير هذه القيادة أعتقد أن هناك العديد من المسؤولية الأخرى التي يجب أن نطلع بها إذن لذا إن عملنا سويا فإن هذا سوف يكون فرصة رائعة للعرض العالم كله أننا سوف نقوم بتلبية احتياجات الأشخاص والأهم من كل ذلك أننا كقادة موثوق بنا من أجل أن نقوم بما نحن مطلعين للعمل به إذن فمن خلال محادثتنا مع قادة الدول الخليج وخلال الخمسة أشهر الماضية منذ أن أصبحت رئيسة وزراء هذا يثبت أننا نتعاون دائما وأننا أصدقاء على طول الخط ولذلك جئت هنا اليوم لدينا التاريخ الحافل بالعديد من الأشياء منذ المعاهدات التي تمت في السابق وحتى الاتفاقيات التي تمت ما بين الشركات في المملكة البريطانية والدول الخليج المملكة البريطانية أيضا لديها علاقة قوية جدا هنا وهي عبارة عن رابط ما بين الخليج والغرب كل ذلك من أجل تحقيق الرخاء والتقدم للشعوب الدول التي نحن مسؤولنا عنها ونود أيضا أن نثبت العالم بأجمعه أننا هنا نعم من أجل بناء حلفاء جديدة وأنه سوف يكون هناك العديد من الفرص التي سوف نستغلها سويا نحن وحلفاء هنا في الشرق وسوف يستمر ذلك لقرون وبالطبع من الأهم أن نفكر أن هذا وقت بي على عدن التحديات وخاصة عندما نفكر في أن هناك التطرف وهناك الإرهاب ولابد أن نقوم بمقاومته بكل شكل من الأشكال ولأن ذلك لا يقوض فقط الأمن ولكنه يقوض أيضا روح التعاوم ما بين المملكة المتحدة هنا اليوم تبحث ليس فقط من أجل العلاقات القوية ولكن أيضا تبحث عن التاريخ القوي وشركات جديدة لأن ذلك يعتبر شيء أساسي بالنسبة لنا ومستقبلنا لذا أنني أود أن أتحدث إليكم جميعا ولي الشرف وأود منكم أن تستمروا في هذه الرسالة تقومون بالعمل عليها وأود منكم أيضا تقوموا ببناء فصل جديد في كتاب التعاون الخاص بنا ليس فقط من أجل عمليات تعاون ولكن لابد أن يكون هناك تعاون استراتيجي استراتيجي مبني على الشراكات والتزام قوي جدا ما بيننا وبين شعوبنا علاقة حيث يمكننا من خلالها أن نقوم بمجابهة تلك التحديات الأمنية وغير ذلك وأن نقوم أيضا ببناء مستقبل قوي للجيال التي تأتي بعدنا والآن دعوني أخبركم ببعض الطرق التي المملكة المتحدة تود أن تقوم ببناء العلاقة من خلالها مع الدول الخليجي ودعوني أبدأ بمسألة الأمن الأمن الخليجي هو أمننا أيضا التطرف وما إلى ذلك في هذه المنطقة لابد أن يتم مكافحته بشكل قوي إنه لا يقوم باستهداف الخليج فقط ولكنه يستهدف أيضا شوارعنا ولذلك لابد أن نقوم بمجابهته من خلال مجابهة داعش ومن خلال وكما تعرفون أن داعش لا تؤثر فقط عليكم ولكنها تؤثر علينا سلبا الآن كرجال ونساء إننا على قلب واحد من أجل رسالة واحدة وهي مكافحة داعش في سوريا وإننا نحن استقدما رائعا كما ترون أيضا أن هناك عددنا عمليات التي تتم وكما تعرفون أن داعش قد ترجعت في العديد من الأماكن وإننا نود القضاء على ذلك الإرهاب وننجح في القضاء على ذلك الإرهاب بالفعل لأن هذه التهديدات عبارة عن تهديدات لدولنا ومواطنين كما تعرفون أن الاستغبارات تلقت من الملكة العربية السعودية العديد من المعلومات التي أنقذت آلاف الحيوات من الأشخاص في بريطانيا وإننا نود أن نقوم بمكافحة أي شيء له علاقة بالتطرف سواء كان عنفي أو غير عنفي إننا لسنا فقط وراء الإرهاب ولكننا سوف نصبح وراء كل تهديد سواء كان ذلك تهديد تهديد أيديلوجي أو تهديد مادي وسوف نعمل ذلك بروحة واحدة وحيث أن هناك العديد من التهديدات الأخرى لأمننا فإننا نود أيضا أن نقوم بمكافحة هذه التهديدات التي تؤثر على الاستقرار في المنطقة ولذلك أود أن أؤكد لكم أنني واضحة جدا في أن هناك تهديد تقوم إيران بوضعه هنا في الشرق الأوسط والخليج إن المملكة المتحدة ملتزمة للغاية لعقد شراكة استراتيجية مع الخليج من أجل تغلب على ذلك إن اتفاقاتنا الأمنية هي عبارة عن كل شيء له علاقة بمكافحة تهديدات إيرانية سواء كانت تهديدات نوية أو غير ذلك كما تعرفون أن هناك العديد من اللاجئين أيضا الذين أصبحوا في المنطقة في كل مكان وهذا من الهم أيضا أن نعرف أن هذه تحديات أمنية ولابد أن نعمل سويا أيضا للعمل ضد أي تصرفات من إيران ضد سوريا واليمن والخليج وإننا سوف نعمل سويا أيضا لتحقيق تسوية شاملة من أجل التوصل أيضا إلى جهود قوية جدا جهود عربية ومبادرات عربية من أجل مكافحة كل ذلك من أجل أيضا أن نعمل على تحقيق السلام الشامل في المنطقة ككل إن هذا يعتبر شيء أساسي ويعتبر شيء أهم جدا لنا في الشرق الأوسط بأكمله في الأعوام السابقة لقد أصبح لدينا تلك القدرة على الدفاع على الدفاع عن اهتماماتنا المتبادلة وحدث ذلك باتفاقات مع الكويت ومع الخليج وهذا ما نستمر في عمله وكما تعرفون أننا أيضا هنا في البحرين اليوم من أجل ذلك ولكن هذا هو عبارة عن جزء من العلاقات الجديدة التي نقوم بعملها معكم المملكة المتحدة سوف تكون دائما هناك وسوف تكون هناك من أجل أن يكون هناك أمن مستمر في الخليج أكثر من ثلاثة مليارات جنيس ترليني سوف نقوم بإنفاقها في العقد القادم هنا في الخليج من أجل تعزيز الأمن في الخليج وفي العالم وأيضا أود أن أشكركم على استضافتي وأشكركم على دعوتي وأننا نحثكم على العديد من الأمور نحثكم على أن تظلوا متعاونين معنا كما تعرفون أننا لدينا العديد من العمليات التي قمنا بعملها هنا في الخليج أكثر من أي مكان في العالم وفي نفس الوقت هناك التواجد للجيش البريطاني هنا في المنطقة ونود أن نعلن أنه سوف يكون هناك أيضا عملية مشتركة عسكرية مع عمان في الفترة القادمة وأننا أيضا نود أن يكون هناك تعاون مشترك من أجل تعاون استراتيجي بين الملكة المتحدة والخليج ومن أجل تعزز القدرات بما في ذلك العمليات الإنسانية وعمليات الإنقاذ أثناء الكوارث والطوارث وأيضا في دبي سوف ننسق معهم من أجل أن يكون هناك العدم للأنشطة وفي البحرين أيضا لقد قمنا بتخصيص شخص من الوزارة الداخلية لكي يتعامل معهم ويتعاون معهم فيما يتعلق بالتدريب الإداري والتدريب الأمني أننا لدينا أيضا عديد من عمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب وأيضا من أجل تعزيز التعاون فيما يتعلق بالحوار الأمني الخليجي البريطاني من أجل أن يكون هناك مشاركة للاستخبارات أيضا لمكافحة الإرهاب والتطرف من أجل أن لا يتم الهجوم على أي دولة خليجية عبر المطارات وعبر أي مكان آخر إن كما تعرفون أن الإنترنت تتم استخدامه ضدنا سوف نستخدم خبرائنا وخبراتنا وتكنولوجيات المكافحة الجرام الإلكترونية مع شركائنا هنا أيضا إذن فإننا نشير إلى أننا بحاجة إلى خبراء متخصين في الإنترنت والجرام الإلكترونية من المملكة المتحدة من أجل توفير العديد من التدريبات والتكنولوجيات لدول الخليج كما تعرفون أن سوف يكون هناك أيضا ممثل لمكافحة الجرام الإلكترونية هنا في المنطقة من أجل مساعدة الدول الخليج على التغلب على هذه الجرائم بكل ذلك فإنني أقول أن المملكة المتحدة سوف تكون دائما في طليعة كل جهد من شأنه الدفاع عن شركتنا ليس فقط لتوفير الاستقرار والأمن للمنطقة ولكن أيضا لحماية النظام في المنطقة الذي يعتبر شيء أساسي جدا لرفاهيتنا وعيشنا وعندما أفكر في هذه المنطقة في الخمسة عشر العام الماضية عندما أصبحت عند تحول دبي وأيضا أصبح هناك العديد من الأسواق المصدرة هنا في المنطقة فإنني أفكر في ذلك الاستقرار الذي أصبح موجودا وأصبح عبارة عن علاقة أساسية تربط الدول الخليج بالغرب إذن فهذا هو الوقت الذي لابد أن نعيد التزامنا به في علاقتنا سويا ولابد أن نعز هذه العلاقة وأن نبني على الأساس الذي كان لدينا فيما يتعلق بالأمن والاستقرار للعقود القادمة وأيضا كما تعرفون أن أمن الخليج هو أمننا ورفاهية الخليج هي رفاهيتنا أن عندما يصبح للخليج سوخص في المملكة المتحدة فهذا شيء أهم جدا بالنسبة لنا العلاقات ما بين المملكة المتحدة والخليج والتبادل التجاري وفر أكثر من 30 مليار دولار وأيضا استثمار الخليج في المملكة المتحدة يساعد في تعزيز الاقتصاد من لندن وفي لندن وفي أماكن أخرى مختلفة نود أن نبني على ذلك ونود أن نقوم بأتعزيز ذلك ونستثمر أكثر من أجل أن نصل إلى مستويات أكثر طموحا وأنني سوف أستمر في أن المملكة المتحدة ومن خلال الثلاثة عام الماضية حيث نود أن نجعل لندن هي العاصمة الإسلامية وعاصمة الاستثمار الإسلامي لذلك نعمل على ذلك طول الوقت وأننا نود أن ننظر إلى ما توصلنا إليه وأن نقوم أيضا بمناصرة التجارة الحرة فالتجارة الحرة ستجعلنا جميعا أغنى وسوف تقوم بخلق الوظائف وتزيد الاستثمار وتعزز الإنتاجية وأيضا تقوم بتعزيز مستويات المعيشة للمواطنين ولذلك تعتبر التجارة الحرة هم جدا ولذلك يوجد حلفاء هنا في الخليج لذا إنني مصرورة جدا أننا سوف يكون هناك عملية أو مجموعة عمل مشتركة من أجل عمل على التجارة الحرة بيننا وأيضا من أجل تحرق اقتصادياتنا من أجل مصلحة الجميع على سبيل المثال لقد وصلنا إلى اتفاقية جديدة مع المملكة العربية السعودية من أجل أن يكون هناك خمسة أعوام تأشير الدخول خمسة أعوام للمواطنين البريطانيين الذين يودون الاستثمار في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة أيضا سوف تقوم باستضافة مؤتمر خاص بتحول الخليج أو التحول الخليجي في التجارة وذلك في قلب مدينة لندن هذه الخطوات هي التي نسميها إجراءات من أجل العمل سويا لمعرفة أن كل شيء ممكن في العمل وفي التجارة من أجل مصلحتنا جميعا ومن أجل مصلحة مواطنين ثانيا أود أن أؤكد أن المملكة المتحدة سوف تشارك في دبي إكسبو 20 2020 ومن أجل أن تعرفون أن هذا المعرض ليس فقط هام لكم وأنه هام للعالم بأجمع ولذلك سوف نساهم فيه بفاعلية كبيرة إن دبي 2020 هي عبارة عن فرصة تجارية رائعة للجميع أكثر من 180 جنسية بأكثر من 25 مليون زائر متوقع وقادت العالم في مجالات الأعمال المختلفة سوف تكون هناك إنها فرصة من أجل أن لابد أن نستغلها سويا وثالثا أود من هذه المحادثات على المستوى الرسمي أن تمهد الطريق والترتيبات لكي تجعل المملكة المتحدة لديها علاقة قوية ليس فقط هنا في البحرين ولكن أيضا مع الإمارات العرب المتحدة إننا نود أن نحصل على ذلك السوق المتنوع الذي يعتبر هام جدا للمنطقة الخليج بأكملها أود أن أغادر الآن بدون أي شك أن هناك طموح لنا جميعا وعزم وإصرار من أجل أن يكون هناك علاقات تجارية قوية جدا ما بين الخليج والمملكة المتحدة لابد أن نأخذ كل خطوة من أجل تعزيز التجارة وتعزيز الرفاهية لأن ذلك هام جدا بالنسبة لنا لأن ذلك سوف يجعل الأشخاص متعاونين سويا والشعوب متعاونين سويا وسوف يجعل الروح المواطنين أيضا موحدة لذا لا أود أن نعمل من أجل كل شخص بعمل ذلك أعتقد أن بريطانيا العظيمة سوف يكون لديها تلك الفرصة الهائلة من أجل إدارة هذه الخطوة الخاصة بالعولمة والمجتمعات المدنية بالطبع لن تصبح خلفنا لأننا نسق بالمواطنين والمؤسسات والمؤسسات أيضا تسق بنا والمواطنين وأيضا هناك التحديات كما تعرفون التحديات الاقتصادية في الغرب لذا فأي اقتصاديات سوف تواجه تحديات ولكننا نود في نهاية المطاف أن نؤمن فرص وظيفية للأشخاص إننا لابد أن نعرف أن هذه الاقتصاديات لابد أن تكون جيدة لكل شخص ونجاحة لكل شخص لذلك إنني أشجعكم من أجل أن تقوموا بعمل تكتلات اقتصادية قوية مع العديد من الدول وأننا سوف نقوم بالفعل بعمل ذلك مع دول الخليج وأيضا لابد أن نؤكد على رؤية المملكة السعودية عشرين ثلاثين وحيث أن المملكة المتحدة مصرة لكي تصبح شريككم الاختياري وعبر هذه التكتلات سوف يكون ذلك مفيدا لنا جميعا وهذا سوف يصبح ممكنا بسبب العلاقات القوية ما بين دولنا وبالاحترام الذي المتبادل ما بيننا وبحيث أننا نتحدث أيضا بصراحة كأصدقاء سويا سوف يمكننا مجهبات هذه التحديات وسوف نقوم بتأمين الأمن والروح التي تواجه التحديات الأمنية وفي مثل هذه الزيارات الموسمية وأيضا العلاقات سوف تعزز الصلاة ما بيننا وبين دول الخليج أننا نواجد أن يكون هناك فصل جديد في الحوار ما بيننا لكي نحصل على شركات استراتيجية وأيضا وزير الخارجية سوف يحضر هذا الأسبوع من أجل التحدث في مثل هذه الأمور إننا نود أن نؤكد على أن التاريخ سوف يمهد التاريخ الذي بيننا سوف يمهد الطريق لعديدنا الجهود التي سوف نعمل عليها سويا ولذلك نود أن نستمر من أجل النقاشات الإيجابية التي بدأنا بهذا الأسبوع ونسميها حوار المملكة المتحدة ودول مجلس التعامل الخليجي وإنني مصرورة لأن تقوموا بعمل هذا الفعالية السنوية والتي سنصدفها في لندن العام القادم وأعتقد أنه في حين التحديات القوية الأمنية سوف ننجح سويا إن عملنا سويا سوف ننجح إن كان هناك التزام للقواعد التي وضعناها سويا وسوف ننجح من خلال تعزيز تعاوننا الأمني والتعاوصية التجارة وأن نعمل بشكل أقوى من السابق ونعرف أن هذا المجتمع هو مجتمع للجميع إنني أؤمن بأنه لم يكن هناك لحظة هامة أكثر من هذه اللحظة لكي نقوم بالعمل سويا وأقول لكم أن بريطانيا سوف تقوم بالمشاركة بشكل قوي من أجل رؤيتكم جميعا وأشكركم جميعا وإستماعاتكم